اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب على عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله نعم جاء ذلك خلال جلسة المباحثات البرلمانية المشتركة التي اقدت او عقدت برئاسة معالي رئيس مجلس النواب ومعالي السيد ارثر ليلر رئيس مجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية وبحضور اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية ووفد مجلس النواب اوضح معاليه اهمية تعزيز التعاون المشترك والدفع بتفعيل الاتفاقات الثنائية واستكشاف الفرص الاستثمارية ودعم ما تحقق من نتائج مثمرة بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين مشيرا معاليه الى حرص البلدين الصديقين على ترسيخ ونشر قيم السلام والتسامح والتعايش الانساني ومواصلة تنفيذ اعلان مملكة البحرين في امريكا الجنوبية والذي دشنه مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع السفارة البحرينية في برازيليا من جانبه اكد معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية البرازيل الاتحادية اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية وما تشهده من تطور ونماء في كافة المسارات مشيدا بجهود مملكة البحرين في دعم السلام وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش السلمي معربا عن تقديره لمبادرة مملكة البحرين في استضافة مؤتمر دولي للسلام وتحركاتها الدبلوماسية الحكيمة في ارساء الامن والاستقرار وتحقيق اهداف التنمية المستدامة